شكرا لإلك إبراهيم وشكرا لضيفتكم الكريمة أعزائي المشاهدين وصلنا لفقرة الأخبار العالمية وأول خبر معانا لليوم الإنسان الآلي القاتل يثير مخاوف متزايدة في العالم وقد تم التحذير من استخدام الإنسان الآلي القاتل في المجال العسكري لأنه يشكل خطرا كبيرا وتهديدا على البشرية بحسب موقع سكاي نيوز البريطاني فإن عدة دول تحرس على عدم تطوير روبوت قاتل ومستقل بشكل كامل والهدف أن يبقى خاضعا لمراقبة الإنسان نروح لخبرنا التالي في مقاطعة روسية قرر طيارين القيام بألعاب بهلوانية بينما يصورها زميله بغرض بيع طائرته لكن النهاية كانت غير متوقعة خلونا نشوف عم نشوف كيف عم بيقوم بحركات بهلوانية لكن للأسف سقطت الطائرة وكان زميله عم بيصور هاللحظات المؤلمة راح نروح لخبرنا التالي اكتشاف كنز عمره 3000 عام بعود للعصر البرونزي زي ما احنا شايفين بالصور قام أحد هوات اكتشاف المعادن بالعثور على مجموعة من القطع تعود للعصر البرونزي خبرنا التالي تطوير لبنات ذكية تخزن الكهرباء وتضيء البيوت قال علماء أمريكيون مؤخرا أنهم طوروا لبنات ذكية يمكن أن تستخدم في البناء لأجل تخزين الطاقة الكهربائية في الجدران على غرار ما يحصل في البطارية وهذا أمر قد يصبح شائعا في مجال المعمار مستقبلا هيك بتكون خلصة أخباري العالمية لليوم راح أرجع لشهد وابراهيم